السلام عليكم مرحبا بكم في الدرس جديد من دروس علوم الحياة والأرض كيزاكو دائما نحن ندرسه في واحدة الأولى علم البيئة من بعد ما رأينا الفصل الأول ندرس الفصل الثاني التعرف على دور العوامل التربية في توزيع المتعديات ونبدأ بالنشاط الأول خاصية التربة 12 طويل نسبيا فنقترح أن نجزئه إلى أجزاء ونبدأ بالجزء الأول نقترح لكم محاول التالية محور الأول مكونات التربة سوف نتعرف على ما الذي يكون التربة داخليا ثم نحور ثاني خصائص التربة من بين هذه الخصائص نقترح لكم أولا الخصائص الفيزيائية للتربة ثانيا دور هذه الخصائص الفيزيائية وعلاقتها بتوزيع الماء داخل التربة وننهي بالخاصية التالية وهي خصائص كيميائية سوف نبدأ بأولا مكونات التربة ونبدأ بالكشف عن مكونات التربة عن طريق العملية الأولى اللي هي الترسب في هذه العملية للترسب سوف نقترح تجربة التالية في بدايتها نختار مخبار مدرج وكمية من التربة ثم كمية من الماء وبعد هذا في نهاية التجربة فإننا نلاحظ أن هناك نتيجة معينة التي تظهر هنا وسوف نحللها فيما بعد ففي هذه النتيجة كلقوا بأنه بعد خلط الماء بالتربة فبقى أولا عندنا تجزيء وتفيء ذي المكونات التربة داخل هذا المخبار المدرج فهذا تجزئك للقوا في الأعلى مادة عضوية اللي هي بقايا كائنات حية نباتية وحيوانية ثم ماء عاكر يعني أنه ماء ليس صافي يظهر داخله شيء من العاكر ثم الطم ورمل دقيق يليه بعد هذا الرمل خشين وفي النهاية كلقوا الحصى فيلاحظنا جيدا الفرق بين هذه المكونات المادة العضوية وما تبقى داخل الماء الذي يجعله عاكرا ثم الطم والرمل دقيق رمل خشين ثم الحصى فكنت سألوا ما الذي يميز بين هذه المكونات ففعلا المميز وحيد بينها وهو كتافتها وكتلتها وليس نقول في التحليل بأن مكونات التربة تترسب بشكل مرتب حسب ماذا؟ حسب كتلتها ولهذا سوف يحتل الحصى القعر موجود في قعر هذا الإن بينما تبقى المواد العضوية عالقة عالقة بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه موجود على السطح على سطح ماذا؟ الماء ثم في الاستنتاج تتكون التربة من جزئين؟ ما هما الجزئان الذين تم الكشف عنهما؟ في نظركم فعندنا جزء أول سيكون هو المادة العضوية ونسميه جزء عضوي من ماذا يتكون هذا الجزء عضوي؟ من بقايا النباتات والحيوانات ثم ما تبقى وهو الجزء الثاني اللي عندنا كل هذا الجزء هو عبارة عن ماذا؟ ما الذي يميز عن الجزء السابق؟ هو ليس عضوي هو جزء معدني يتكون من ماذا؟ من حويبات الطامي والطين والرمل والحصر بالنسبة للطامي قلنا هو موجود كإحدى فئات هذه المواد المترصبة الرمل أيضا والحصر بينما بقى عندنا الطين فإن لاحظنا هنا معدنش كلمة طين ببعن أنه ليسا لا يكون جزءا من هذه المواد المترصبة فإنه قد يلقى وغلقى وداخل الماء العكير لأنه تهوى كيبقى عالق داخل الماء ولا يترصب إلا عندما يستقر الطيار ويتوقف الطيار نهائية التقنية الثانية للكشف عن مكونات التربة الكشف عن الماء والغازات داخل التربة كيف يمكن أن نكشفه أو نتعرف على تواجد الماء والغازات داخل التربة كنأخذ التجربة الأولى فالتجربة سنأخذ مخبار أو أنبوب اختبار يتوفر داخله على تربة ثم نقوم بتسخين هذه التربة في نهاية التجربة نلاحظ أنه ظهرت بعض القطارات للماء فهذاك خلينا نستنتج بأن مدى ظهور قطارات الماء بعد التسخين دليل على مدى دليل على توفر التربة على الماء التجربة الثانية للكشف عن وجود الغازات فسنأخذ كمية من التربة نضعها في قعر ونبوب اختبار ثم عدنا كمية من أو حجم من الماء يعلوها في نهاية التجربة ماذا نلاحظ صعود فقاعات من التربة نحو السطح هذه الفقاعات لا يمكن أن تكون إلا غازات فبالتالي ذلك يخلينا نقوله في استنتاج ظهور فقاعات داخل الماء دليل على توفر التربة على غازات الآن بالنسبة للخلاصة الخلاصة عامة بمعنى إلخذنا التجربة السابقة وهذه التجارب ففي الخلاصة يمكن القول بأن التربة تضم عدة مكونات مكونات التي سبق ملاحظتها في التجارب السابقة ومكونات جديدة ممكن أن نجزئها إلى مجموعة من الأنواع مكونات أول جوز أصل يتكون من حبيبات معدنية لها حبيبات تربة ثم جوز سائل اللي هو الماء جوز غازي ليش بنها وهي غازة تملأ فجوات أو التقوب أو المسام الموجودة داخل التربة و جوز حي اللي هو نباتات وحيوانات تعيش داخل التربة هذا جوز الحي كيفاش استنتجنا الوجود دياله وهو بدهور هذه الفقاعات داخل التربة بمعنى أن الفقاعات عبارة عن غازات إذن هناك عملية الإنتاج للغازات من طرف كائنات حية تعيش داخل التربة من بعد مجمونات مكونات التربة الآن سننجزوا لدراسة خصائص التربة والتربة ستوفر على مجموعة من الخصائص سنبدأ بالخاصية الأولى وهي الخصائص الفيزيائية في هذه الخصائص الفيزيائية سننظر أولا قوام التربة ماذا نقصد بقوام التربة؟ قوام التربة ببساطة هو ماذا؟ هو توزيع حويبات التربة باعتبار قدها ببعنى أننا نعتمد على قدها فقط وبغض نظر عن شكل الترابط فيما بين هذه الحويبات إذن كيف تترابط هذه الحويبات فيما بينها؟ هذا من اختصاص خاصية جديدة اللي سنشوفها فيما بعد إذن في قوام التربة نركز فقط على قد هذه الحويبات ثم بغض نظر أيضا أو بدون اعتبار الحويبات الكيلسية والمادة العضوية لا ندخلهم بالحساب ولا نعتمد عليهم في تحديد قوام التربة لتحديد قوام التربة معينة فنحتاج إلى مجموعة من المراحل المرحلة الأولى ما نسميها تحضير العينة التربية أولا نبدأ بتجفيف التربة ثم تهويتها باستعمال ما نسميه محم أو ايتوف اللي هو فرن صغير ما هو الهدف؟ هو فصل مكوناتها بعض وعن البعض ثم بعد هذا نقوم بإضافة الماء الأكسيجيني اللي هو H2O2 هذا الماء الأكسيجيني ما هو الدور دياله أو ما هو الهدف من إضافته ببساطة هو لإزالة المواد العضوية لأننا قلنا بأن المادة العضوية يجب أن لا نعتبرها ولا ندخلها في تحديد قوام التربة ثم بعد هذا إضافة حمد كلوريدريك كتعرفوا طبيعتها ما هو دور حمد كلوريدريك وهو إضافة حبيبة الكيلسية حمد كلوريدريك وهو HCL نحتاج لكيميا كبيرة نسبيا لكي نذوب المواد الكيلسية لأننا قلنا بأن يجب أن نزيل الحويبات الكيلسية من عملية تحديد قوام التربة إذن قلنا الهدف هو إزالة المواد الكيلسية ثم بعد هذا بطبيعة حال غسل التربة باستعمال ماء لماذا؟ لإزالة المواد الكيميائية المستعملة لا ننسوش بأننا دائما نخدم بيدينا وبالتالي ملهمة هذه التربة التي في هذه العناصر الكيميائية والمواد الكيميائية الكبيرة فقد يؤدي إلى مجموعة الأضرار ثم في النهاية نقوم من جديد بتجفيف التربة وتهويتها باستعمال نفس الجهاز السابق اللي قلنا هو المحم والذي يؤدي إلى الهدف اللي بغيناه وهو فصل مكونات التربة من جديد لماذا التهوية ثم الفصل؟ هلا هذك خلينا ندوز للمرحلة الموالية المرحلة الموالية فهي تفي بمعنى تقسيم العين التربية إلى فئات حسب ماذا؟ حسب هذه الحويبة إذا نعرض التربة التي تم تحضيرها في المرحلة السابقة للغربلة باستعمال غربال مركب ما هو الغربال مركب؟ هو عبارة عن غربال اللي في مجموعة من الغرابيل الصغيرة وهذه الغرابيل عندها عيون لاحظت هنا هذه العيون الموجودة فهي تتغير من غربال إلى آخر وانتجهنا من الأعلى نحو الأسفل سيكون قطر العيون ما الذي يحصل له إذا في الأعلى سيكون قطر كبير وفي الأسفل سيكون قطر صغير وهذا يمكننا بأن كل غربال سوف يضم جزءا من أجزاء هذه التربة وكل جزء فيه قد محدد من الحبيبات بعد هذا نقوم بحصول على أنواع مختلفة من الحبيبات حسب قطرها بطبعتها البعدة غربالة التربة هذه الأنواع المختلفة كيبيين الجدول حصى كبير فلح تعدنا شكل الحصى ثم حصى بمعنى ما زدنا شهد الكبير إذا هو أصغر من الحصى السابق رمل خاشين بمعنى أنه رمل الذي عنده قد كبير الحبيبات رمل دقيق طمي خاشين هذا نوع جديد من حبيبات التربة طمي دقيق بمعنى أنه أصغر من طمي السابق ثم في النهاية كتلاحظوا بأن أصغر الحبيبات هي الطين كيف استطعنا التمييز بين مجموعة هذه المكونات أو حبيبات التربة قلنا بالاعتماد على قدها فالقد الآن الحصى كبير نسمي كل حبيبة من التربة بأنه حصى كبير إذا كانت تتجاوز عشرين ميليمتر في القطر ديالها بين جوج ميليمتر و عشرين ميليمتر فهي حصى فهذا العمل يدى الترتيب إذا نحصله على ما نسميه الرمل بنوعيه ثم الطمي اللي هو جميع الحبيبات التي قطرها أصغر من أو يساوي 2 ميليمتر الآن هذه الأنواع ديال الحبيبات قلنا بأنها قاتلنا داخل كل غربال من الغرابيل لكتشكل الغربال المركب و يكفي الآن أن نقوم بالخطوة الموالية اللي هي وزن كتلة كل من الرمل والطمي والطين وهذه ملاحظة جد جد مهمة بمعنى اللي لاحظت هنا هذه الحبيبات ذا الرمل والطمي والطين ما كان يشكل بوحدة داخل التربة فزولنا الحصى وزولنا الحصى الكبير بعد وزن كتلة كل من الرمل والطمي والطين نقوم في الأخير بتحديد نسبة مئوية لكل من الرمل والطمي والطين على اعتبار أن هذه الحبيبات فقط هي التي تشكل الحصيص يعني أنه يجب أن تشكل مئة في المئة هذا غد ندرو في تطبيق في فيديو مقبلة باش نوقف على كيفية تحديد قوام التربة تخوى دو اه الآن بالنسبة للمرحلة الثالثة تحديد قوام العينة التربية من بعد ما دزنا من المرحلة الأولى للذكرت التي هي تحضير العينة التربية والمرحلة الثانية التفيئ ثم الآن تحديد قوام العينة التربية في هذه العملية بعد تحديد النسب المئوية لكل من الطين والطمي والرمل ومن سوجب أن النسب المئوي نحددها فيما بينها فقط بدون إدخال الحصاب والحصاب الكبير نقوم بتمثيل قوام العينة التربية على ميبيان خاص نسميه الميبيان المتلت لماذا نسميه الميبيان المتلت لأنه ببساطة عبارة عن متلت وهو متلت متساوي الأطلع كل رأس من رؤوسه يحتله أحد أنواع الحويبات فكالقاو الطين في أحد الرؤوس الطمي والرمل وراحته فإنه في الداخل تقسيمت لي فيه معقدة هذا يعني بأنه ممكن أن ننجزه ولكن نخدمه بها فقط إذا هذه العملية كالطحينة إشكال وهو إذا كنا نتحدث عن نسبة مئوية وعندنا ثلاث رؤوس أحدنا نسبة 100% فكالقاو بأنه في كل رأس من هذه الرؤوس هنا أحدنا نسبة 100% بالنسبة هنا في الرأس المقابل له أو المحادي له عندنا 100% والطمي في الرأس بالضبط عندنا 100% بينما كل ما توجهنا من الطين نحو الرمل الرمل ما الذي يحصل في النسب مئوية للحظة 100% 90% 80% 70% إلى غاية 0% بالنسبة للصفر المئة التي لدينا هنا دياله جدي ديال الطين وليس للرمل بالعكس في الجهة الأخرى كما سألقاوه سألقاوه بأن العكس هو الذي يحصل بحيث أنه عندنا 100% رمل كثيرا 90% إذا ما الذي يحصل في هذا الاتجاه من الرمل نحو الطين ونقصان في النسبة المئوية كندسون من 100% رمل وهنا 0% مدى رمل نفس الشيء سألقاوه من الطين في اتجاه الطمي 100% نحو 0% وبنسبة للطمي في اتجاه الطين سألقاوه 100% 9% 8% وغادن بالتنازل على عكس الحالة الجديدة من الطين نحو الطمي أدنى 100% 9% هنا الأرقام مقلوبة 8% 70% نقص نقص نفس الشيء بين الطمي والرمل أدنى من الرمل من نحو الطمي النسبة تتناقص 100% 9% 178% 70% وفي الاتجاه اللي عدنا عكسي عدنا النسبة تتزايد ديال الطمي على عكس الطين هذا الطبيعة الحال باش نفهموه بشكل جيد سنضروا في تطبيق في الفيديو المقبلة من بعد ما فهمنا العلاقة بين الرؤوس الثلاثة وكيف يمكن أن نحدد النسبة المئوية فكلقوا تقسيمات داخل هذا المئوية المتلة لكي سأطينا قوام التربة قوام طيني قوام طمي طمي دقيق جدا أو طمي دقيق جدا قوام رملي طين رملي وتتوالى أنواع هذه القوامات قلنا بطبيعة الحال لا يمكن أن ننجز هذا المئوية لأنه مركب وجد معقد فنكتفي بتحديد النسب المئوية وهذه مش عملية سهلة وبطبيعة الحلق النبي سأساعدكم بش نفهم هذه العملية في الفيديو المقبلة عن طريق تطبيق شكرا